اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الاستفسار عن سبب كون الطفل ده مش واخوه او اخته بس ده ده حاجة حلوة يعني انا لو جي سألني انا زمدتي دي مش اختي هقول ده يعني بيحباك انه اخته ايه ليه مش اختي او ليه ليه ما بتجيش تقعد معنا في البيت ممكن ما يقول ليش اختي يعني خلاص ما بتجيش تقعد معنا في البيت لانا انت تعايل التصرف بقى السليم احنا المفروض نتعامل مع الموضوع زي ما قلنا بحيادية ما يكونش رد فيها على المبالغ ولا ان احنا نتجاه خلاص ونحاول نعرف نحاول نعرف الاسباب او ايه ايه نقطة التميز عند الطفلة دي او عند الطفل ده فهمتي قصدي يعني نحكي مع الطفل انت مثلا هي مثلا لو طفلة فنقول لها مثلا ياسين فنقول لها هو ياسين ده شطر في ايه مثلا فهتروح ايلالك بقى عمرها ما هتقولك هو بيلبس حلو مبدئيا يعني انما هتقولك ايه هو بيلعب معايا هو كذا هو كذا فتبتدي انت من الخلال التكاية دي تبتدي تربطي وتبتدي تفهمي اذا كان في بعض النواقص في مثلا في سلوكيات معينة او انشطة معينة افرد ما فيش نواقص وهو عينين فرغة لا لا هي مش عينين فرغة في الوقت ده وفي السن ده بيبقوا العيال موضوعيين جدا ما بيبقوش زي الكبار يعني اللي هم اللي هم اللي بيتصرفوا بطريقة ربنا عينب بقى لنبيتكلم عنه خلاص اولا برضو ما نقللش من شأن الطفل يعني ما نقولوش مثلا ايه ايه اللي انت بتقولو ده ولا ان احنا ننهاره بشكل جامد اوعى تتكلم كده تاني اوعى او نشتم الطرف الاخر انت عارفة طبعا نشتم ما تجيبش سرط الزفتة دي تاج على فكرة طبعا انا مرة هصال لي موقف انا مش قادر انسي انا ابني جي قال لي انت عارفة ما انا بحب فلانا يعني معايا في المدرسة انا بحبها جدا بحبها لعب معي ايوة بطلو ليه يا سين بس هو قالك بحبها لعب معها اه بطلو بقى ليه بقى شميانا بتاع بقال لي بحرفها ليه انا بحبها اكتر واحدة ايوة مشان عندها حت دي الحصان يا مامي طب ده يتقلو ايه بتقولي عني مش فارقة ده يتقلو ايه لا بيقول بيقولك بيقول للا عندها حت الدين دي الحصان يا ماما قلت بالزبط الجملة جدا قلت لها طب يا حبيبي مش كويس انجبها من شعرها هو بس اهم حاجة وطبعا يعني ياسين متطور شوية فقياسا بعمره طبعا زو السنوات القليلة المبهرة هو بس الحكاية بس ان احنا اهم حاجة بس عشان ايه الناس بقى تاخد المعلومة ان احنا ما نتعاملش مع الامر بجدية ان دي علاقة حقيقية ما نتعاملش مع الامر بسخرية ولا بزعيء ولا نشتم في الطرف اللي الطفل بيحبه او نوجد له مساوئ مش هزعق ومش هعمل انك تقوليله بقى على فكرة مثلا لو حد زي ياسين تقوليله على فكرة طب انت عارف بقى ان في بنات كتيرة جدا بتبقى برضو عايزة تلعب معاك بس لما بتلاقيك انت بتلعب مع حد واحد بس ممكن هم يقولوا عليك انك مش شاطر او مش عايز تلعب معاهم حاولي انك توسعي له الدايرة يعني اه 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 توسعي له الدايرة يعني قوليله اه قوليله مثلا فلانة دي اللي هو بيتكلم عنها شاطر قوي بس برضو ايه على فكرة ما هو برضو يعني ديل الحسام مش كل حاجة ياسين قوليله واسع بافقت شوية يعني ابتدي اتكلمي بايجابية عن اخريات استنادا لفكرة انه هو مثلا كلكم صحاب كلكم صحاب على فكرة لا وفكرة برضو انه هو من نقطة تميز انه يبقى كل الناس بتحبه طبعا برضو نقطة الولاد بقى يعني هو بقى نقوليله خلي بالك بقى لازم يبقى عندك صحاب ولاد ليه لانه كده سعب كرة سوى لعب القوية اولا فيه العاب ما تعرفش تلعبها غير مع الولاد كمان فيه حاجة تانية فيه بقى الولاد ممكن يقولوا يا ياسين ان انت مش بتحب تلعب غير مع البنات فانت لازم تلعب مع البنات ومع الولاد انا اقصد هنا تبني اشجعوا على الديفيرشتي اقول اختلاف بالزبط كده وكل ما وسعتي الدايرة كل ما انت عملتي ديليوشن او تخفيف للعلاقة دي بالزبط كده كل ما انت خففتي احنا بنتكلم هنا على ما قبل المراهقة المراهقة بقى موضوع تاني خالص المراهقة وهتبقى حلقة صعبة الساعة اللي جاتي بقى تقيلة خليكم معنا